بعد أيام قليلة من الإعلان عن انهيار توماسكوك أقدم شركة سفر في العالم أغلقت شركة الطيران الفرنسية الشهيرة أجلازيغ أبوابها بعد أن فشلت في إيجاد مستثمرين جدد تاركة 1150 موظفا عاطلين عن العمل الخطوة جاءت بعد أن تقدمت الشركة الفرنسية والتي تعد ثاني أكبر شركات الطيران في فرنسا بطلب لإشهار إفلاسها في وقت سابق من هذا الشهر وألغت جميع رحلاتها ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس من ستوديوهات سكاينيوز عربية أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون دكتور كاميل ساري أهلا بك دكتور كاميل عبر سكاينيوز عربية اليوم هي أزمة الأسواق العالمية وأسواق الطيران العالمية أم أن الحكومة الفرنسية عاجزت عن تقديم خطة بديلة لإنقاذ هكذا شركة عملاقة أنا أعرف شركة إغلازير منذ الثمانينات وكانت هناك شركة تسمى جوفاست وكان مديرها هو أريسكي إجيرويدان وشركة جوفاست كانت تهتم بتنظيم رحلات البضاء فقط وهي شركة صغيرة في محل في مدينة مونتروي بقرب باريس وهذه الشركة كانت تشارك معي في كل معارض الجزائر وكانت في جمعيتي ففجأت لما رأيت أن هذه الشركة شركة صغيرة وبسيطة عدد عمالها لا يتجاوز عشر أشخاص تشتري إغلازير وتصبح شركة قوية هي ثاني شركة بعد شركة إيرفروس وتشتري طائرات بالمليارات واستمتجت بدون أي شك أن وراء هذا المرحوم إجيرويدان أريسكي وراءه شخصيات كبارزة وكبيرة لا أعرفها وربما حتى جنرالات وهذا من سلوكات ما يقع في الجزائر وهو أن الجنرالات لا يستطمرون بشكل علني فهم عندهم رجال ما نسميه برجال القش أي أنهم يكونوا يسيرون الشركات بدون أن نراهم لأن هذا ممنوع ولكن لماذا تسارعت أزمة الديون دكتور كامين هذه الشركة التي تؤمن أكثر من 50% من الرحلات بين فرنسا والجزائر نعم هذه الشركة كانت عندها تسهيلات كبيرة وكان هناك تسويت في البرلمان الجزائري لتمهيد خصخصة الرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر ولذلك كانت عندها تمويل تمويل بدون أي حد وهي شركة غير مربحة أساسا ولكن كانت تتمتع بتبيض الأموال ولذلك في ظل هذه الثورة التي تقع في الجزائر عديد من الشخصيات البارزة مثل المساهم ومشتري شفوتو إيموري في فرنسا وعديد من الشركات الفرنسية بدأنا نرى عديد من المستثمرين الجزائرين ينسحبون لأنهم يودون ربما أن تكون أموالهم في أمان في إما جنات ضريبية أو في أماكن ربما غير معروفة تتحدث عن تراجع منظومة أو ربما من شبكة الطبيعي في النظام السابق في الجزائر عندما تحقق هذه الشركة وفق الأرقاء وفق ما وردته أيضا المؤسسات الرسمية الفرنسية أكثر من 300 مليون يورو في نفس هذه المدة من العام السابق ومن ثم تتراجع هذه الإرادات بنسبة 50% في النصف الثاني من هذا العام يعني تاريخ موعد هذا التبدل والتحول السياسي في الجزائر نعم بدون شكوى هذا يعني للأسف أنا الوحيد أقوله وعديد من الخبراء الجزائريين يقولوا هذه شجاعة ولكن لا أحد يود أن يقولها لأن السيد إتجيرويدان هو من منطقة القبائل والعديد لا يودون أن ينتقدوه وكذلك ربما عديد من الصحفيين الجزائريين يخشون على أنفسهم وعددهم قالوا بالحرف مثل قال أنا كنت أتمتع بتداكر مجانية مع إيجلزور وأمكنني أن أزور عائلتي عدة مرات في الشهر فلا أحد يتكلم على ذلك ولكن لماذا فشلت فشلت يعني إعادة رسملة إيجلزور ولماذا لا توجد أي شركة حتى إيرفرانس التي يمكن أن تهتم بإيجلزور لماذا لأنهم يعلمون أن هذه الشركة فيها مشاكل وأنها يعني مدعومة الحكومة الفرنسية قبل أن ينتهي وقت دكتور كاميل الحكومة الفرنسية كانت تسعى لإيجاد حل لإنقاذ هذا الناقل الجوي الهام بين فرنسا والجزائر كان هناك حديث عن شركات عملاقة عن أيضا أسماء كبيرة في عالم إدارة شركات الطيران الكبرى تحديدا الفرنسية لماذا تراجعت كل الحلول في الساعات أو الأسباع الأخيرة ويبدو أن الحكومة الفرنسية أيضا تراجعت عن تقديم هذه التسوية لأنهم يعرفون أن هذه الشركة شركة إيجلازيور فيها مشاكل داخلية لنتذكر أن كان هناك محاولة انقلاب داخل الإدارة إدارة إيجلازيور أن مدير انقلب على رئيسه وتكلمت على هناك لا أنسى أن هناك شركة صينية دخلت في رأس مال إيجلازيور وكل التحريات تقول لنا أن هذه الشركة هذه الشركة الصينية التي عندها 85 مليار دولار ديون أنها تشتري عديد من الشركات وربما حتى توماسكوك لكن دكتور كبير السحافة الفرنسية تحدثت عن مجموعة ديبري تملك إير كرايب كان يجري الحديث أيضا عن خطة لإنقاذ هذه الشركة في أقل من دقيقة من فضلك نعم هذه الشركات أنا اشتركت في عديد من إنقاذ الشركات في المحاكم التجارية إذا كانت شركة مربحة إذا كانت شركة مربحة فنجد في كل وقت وفي كل زمان يعني مسير أو شركة تشتريها لماذا؟ لأن الدولة تعفيها من بعض الضرائب يعاد هيكلة رأس مالها يعاد كذلك يكون تسريح العوال في أقل من دقيقة ماذا خسر اليوم المواطن الجزائر في فرنسا خسر الكثير لأن كان عنده يعني شركة خاصة تعطي خدمات أحسن من شركة الخطوط الجزائرية وهذا معروف وأنا أقول أن شركة إيجلازيور لم تكن مربحة بثاة وكان هناك تبيض الأموال نعم، انتهى وقتنا وتدفيق عديد من رسميل ولكن كف ذلك مع هذه الثورة التي هي في الجزائر دكتور كميل ساري واعتقال عديد من الشخصيات والخوف أستاذ الاقتصاد في جامعة السربون أشكرك على كل هذه المعلومات كنت معنا مباشرة من سيديوهاتنا في فرنسا شكرا لكم